اشتركوا في القناة تناقض غريب يشهده العراق ما بين أمطار غزيرة من جهة وانخفاض حاد بمناسب المياه في دجلة والفرات من جهة أخرى حتى أن بعض الصدود توقفت عن توليد التيار الكهربائية لعدم وجود ما يكفي لتدوير مراوح التوربينات حقيقة مفادها أن سوء إدارة ملف المياه والسمرار الهدر والضياع أبقى العراق خامس أكثر دولة في العالم تأثرا بتغير المناخ تغير ما بين شوارع وأحياء سكنية غرقت بسيول الأمطار بعد أن عجزت منظومات تصريف المياه المتهالكة عن استيعاب مناسب المياه فيما تتصحر في الجانب الآخر أراضا زراعية هي اليوم أحوج ما تكون لكل قطرة ما لسد عطشها جراء عدم وجود سدود ومنظومات ري حديثة وعلى الرغم من الأموال التي تعلن الحكومة إنفاقها في تنفيذ المشاريع الخدمية إلا أن طفح المجاري وانتشار برك المياه بات سمة ألفها الناس في فصل الشتاء فيما تتسارع الجهات الحكومية بتبرير فشالها بالقول إن زخات المطر كانت كبيرة وغير مسبوقة تبريرات لطالما أثار سخط العراقين وغضبهم في بلد تسجل وارداته شهرية من بيع النفط نحو 9 مليارات دولار وهو مبلغ يعادل موازنات سنوية لبعض البلدان